ورجع يسوع بقوة الروح القدس إلى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي ولما فتح السفرة وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مساحني يبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة ثم طوى السفرة وسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارج من فمه ويقولون أليس هذا ابن يوسف أمين نحصل أفكارنا في يد اللحظات حتى نسمع كلمة الرب لنا في هذا الصباح الجديد في سنة جديدة يا رب نأتي أمامك خاشغين قاضعين حتى نسمع لصوتك ولرسالتك لنا مع بداية سنة جديدة تكلم إلى قلوب جميعنا تعالوا امسح الكلمة امسح عبدك المتكلم تكلم أنت من خلالك كل المجد بإسم الرب يسوع المسيح نصلي آمين آمين نصلي أن تكون سنة 2017 سنة رضا عند الرب وهذا نثق فيه أن نرضى في حياتنا مع الرب والرب يرضى عننا في سنة مقبولة عند الرب اليوم نحن في أول يوم بالسنة اجتمعنا حتى نبدأ هذه السنة 2017 بكلمة من الله وطبعا هذا خير ما نستهل في سنة جديدة ونبدأ فيه عام جديد أن نبدأ بكلمة الرب وهذا طبعا بهذا العمل عندما نبدأ اليوم الأول في السنة نحذو حذو المسيح الذي رفض وأبى أن يبدأ خدمته في هذا العالم إلا بقراءة من الكتاب المقدس عندما دفع إليه سفر في بداية خدمته إذ ذهب في الناصرة الحدث هذا ذهب إلى المجمع كعادته يقول الكتاب كعادته ذهب إلى المجمع يوم السبت والعذى هذه الكلمة كعادته تكون إلا قدوة وتجعل في حياتنا معظم الأعذار لعدم حضور الكنيسة تبدو كإنا واهي فلتكن عبادتنا المنتظمة جزءا من حياتنا وحياتك وحياة كل واحد فينا وحياتي أيضا فأقول ذهب كعادته في يوم السبت فمهما قدمنا أعذار معظم الأعذار طبعا في أمور اللي هي فوق الطبيعة وفوق طاقتنا ولكن أعذار واهي تبدو ظاهرة أمام الرب فهو كان مثال إلنا أنه كان يذهب إلى المجمع يوم السبت كعادته تكون هذا الشيء في حياتنا مقدس عبادتنا منتظمة أن تكون في حياتنا وأهم شيء أن نكون في شركة مع الرب ومع إقوتنا المؤمنين أمين في هذا اللقاء في يوم السبت عندما كان في المجمع طلبوا منه أن يقوم ويقرأ على الحاضرين كلمة من سفر الأنبياء وعندما دفع إليه السفر فتحوا على المكان الذي كان مفتوء عليه من سفر أشعياء قرأ هذه الكلمات أشعياء 61 التي قرناها أبل اللحظات ونرى أننا رأينا وأكرز بسنة الرب المقبولة وقف توقف في منتصف الآي في إلى كمال الآي وقف يعني عندما قرنا وقفنا عند أليس هذا ابن يوسف وقفنا عند نهاية 22 ولكن هو قطع الآي في نصه وما كمل الجزء الثاني التي تقول وبيوم انتقام لإلهنا يعني قال وأكرز بسنة الرب المقبولة وكمال الآي وبيوم انتقام لإلهنا الجزء الأول تركه الجزء الثاني تركه له هدف في الرسالة سنرى ولأن الجزء الثاني يوم انتقام لإلهنا يتكلم عن مجيء الثاني لذلك توقف هو يريد أن يعطي رسالة للشعب في القديم وكانت العادي في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان عندما يدفع السفر ويقرأ قارئ في المجمع كان عادة يفسر الكلمات التي قرأها على مسامع الحاضرين فقرأ الآيات وجلس يقول الكتاب ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه طوى السفر وجلس صمت هذا في لحظات شدت أذان السامعين إليه والكل يقول وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه ماذا ستتكلم لماذا توقف في منتصف الآي وكان مشهود عنه لأنه قبل هذه الحادثة كان بعد أن ترك البرية بتجربة من إبليس برم في منطقة الجليل في منطقة كفر نحوم وكان هناك بعض العجائب ولكن هنا الإظهار الأول له ولوقا ليس بالصدفة عملها هو يعرف ما مشي حسب الترتيب الزمني ولكن كان فيه هدف أنه يقول أنه بدأ كأنه خدمته العلنية والرسمية هنا بعدما قرأ أمام الجميع وفسر كلمة وأعلن ماذا يريد وما هي رسالته للعالم فكان يعني لوقا كان شخص مرتب اللي كان يلعب دور المنطق عنده أكثر من دور الزمن فحط هذه الحادثة قبل هذه كأنه في الأعداد التي تتحدث عن رب يسوع عن ماذا حدث معه في بعض الأمور هناك فكانت العيون وصمت هذا شد أذان السامعين وعندما شافه كأنه بدأ شفته تتحرك وينطق وهو كأنه تكلم وأقصر وأبلغ عظا في ذلك الوقت وحتى بالتاريخ ربما آية قصيرة اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم آية قصيرة ولكن نرى كأنها عظا قصيرة ولكن كان لها أهمية وكان لها رنين في أذان التي سمعوا وكان الجميع يشهدون له كلمة قصيرة ولكن كان شيء في الداخل وضربت القلوب خاصة رجال الدين يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارج من ثمه فالصمت الذي وقف فيه شدت أذانهم وهنا سمعوا لهذه الكلمات وهذه أول تقريبا وعظ للمسيح أو حادث التي تكلم فيها من الشعب وكأنه أو أراد أنه يبين من خلال هذه الكلمات طبيعة المهمة التي أوكل بها طبيعة خدمة لماذا أتى إلى العالم أراد أن يبين في بداية الخدمة أنا أتيت لهذا ولقد جاء المسيح حاملا معه رسالة من السماء إلى الأرض جاء جالبا معه عطية عطية من الله للإنسان وجاء يبشر بسنة الرب المقبولة أمين جاء حامل رسالة من السماء للأرض فهو أراد لذلك وقف أنا جاي حامل هذه الرسالة سنة الرب المقبولة بيوم انتقام جاي يدور وبعدين بس إسا اهتموا افرحوا بهذه السنة المقبولة سنة الرب المقبولة هي طبعا مصطلح أو استلاح أخذ من العهد القديم لأنه أمر الرب الشعب في القديم في سفر اللويين لموسى لما أنت الشريعة والوصايا فقال لأنه يجب أن يحفظ السنة السابعة ست سنوات والسنة السابعة تكون كأنها سبت للرب اسمع ما يقول سنت راحة يقول في اللويين 25 ست سنين تزرع حقلك وست سنين تقضي كرمك وتجمع غلتهما أما السنة السابعة ففيها يكون للأرض سبت عطلة سبتا للرب لا تزرع حقلك ولا تقضي كرمك فكان يزرع الفلاح يزرع الأرض يجمع العنب يحرط يبذر وكل الأمور ست سنوات والسنة السابعة يدركها راحة سبت للرب وكانت هذه السنة إذا أمنا تأمل فيها السنة السابعة في ثلاث أهداف أن تكون سنة راحة سنة سبت للرب هناك هدف اجتماعي هدف اقتصادي وهدف ديني روحي الهدف الاجتماعي كان يعني أنه أنا باهتم بالفقير والمسكين لماذا؟ أنه كانت السنة السابعة سنة راحة للملكين للمزارعين سنة كما قلنا لا يبذرون لا يزرعون ولا يحصدون وكانت سنة يترك فيها المحصول المحصيل الذاتي يعني نعرف أن الكرمة حتى لو لم نعملناش فيها أشياء نقبنا وتركناها زي ما هي السنة التي تطعم طبعا لن تطعم مثل هذه السنة التي قلنات ويتمت فيها ولكن تطعم الحقول بعدما حصدت الأمح أو الشعير أو الذرة أو أي شيء جمعت البذور التي سقطت خلال القطف والحصاد ولأن أنا تركت السنة السابعة لم أحرد لم أعشب لم أفعل شيء هذه البذور ستنمو من خلال عملية الأمطار والإنتاج تنمو فيطلع أمح ويطلع درة ويطلع شعير ويطلع بطيخ وكله ولكن لا يوجد بطيخ السهاب أكيد ولكن الفلاح مهتم فيها ولكن طلعت وليس مثل السنة السادسة أو الأولى أو الثانى لا يوجد اهتمام فكانت تطلع محصيل ذاتية فكان يتركوا هذه المحصيل للمسكين للغريب وللفقير ويطلعوا راحة للملكين راحة للأرض ولكن من ناحية اجتماعية أنا أطعمت الفقير أطعمت المسكين وأطعمت الفقير الغريب الذي لا يوجد لديه أرض أجل وأكل ومسموح هنا الأخذ ليس كما نحن صغار يذهب أسره بطيخ من السهل لا يشعر عليك أو خذ ولكن مفتوحة الأرض للكل إذن هدف اجتماعي الهدف الاقتصادي أنه هي إراحة الأرض أنا بريح الأرض هذه الأرض التي أعطت وكدت كأنه أنتجت ست سنين متتالية عليها أن أنطيها راحة حتى تستعيد وتتجدد حتى تجود في السنة التالية والتي وراها راحة وإحنا في المدرسة صغار تعلمنا في دروس الزراعة لما كان في دروس الزراعة عن الدورة الزراعية يعني الفلاح زرع السني شعير السني وراها بزرع أمح أو بزرع دراء أو بزرع أي نوع نباتات أخرى يغير نوع حتى من العائلات يعني النباتات فيها عائلات عائلة الصلبية والعائلة كذا عدة عائلات فأنا بنوع حتى لما هذه النباتات تأخذ هذا من الأرض المواد العضوية والمواد الطبيعية الثاني يأخذ النوع الثاني فأنا أشكل فما نركز على نوع والسن السنة السابعة سأعطيها راحة حتى تجدد نشاط حتى تجدد مواد طبيعية أخرى من زبل الحيوانات ومن الطيور ومن أي أعشاب دبلت فأنا سأعطيها راحة بجدد دورة زراعية فأنا في هذه ناحية يعني من ناحية اقتصادية أنا خليت الأرض تنتج بالسنة التي تبقى أحسن كيف العامل ينطو فرصة استراحة إجازة حتى يجدد نشاط ويبدأ من جديد أما الهلف الروحي والديني حتى يشعر الشعب أن الأرض هي ملك للرب وأن هو يعطي مصدر الرزق من عنده لذلك بما أن الأرض من عند الرب إذن هو مصدر الرزق وهو أيضا أن الشعب أيضا ملك للرب ويجب على الشعب أن يضعوا ثقتهم فيه في الرب فأنا أقول أن الأرض ملكة وأنت ملكة وأنا أعطيكم هذا مصدر الرزق يجب أن تثقوا فيه وتتكلوا عليه وأنا بعتني فيكو هدف روحي للشعب هدف اجتماعي هدف اقتصادي وهدف روحي ولكن لما قال الرب أو أنه اتركوا السنة السادسة وأنا بعتني فيكو السابع وأنا بعتني فيكو ليه؟ كملم في اللويين أنه في السنة السادسة يعني قال لم تخافوا أنا في السنة السادسة سأشعر معصول لتلات عام أبدا لم تخافوا السنة السابعة تكون مساء المحصول سيكون إلىما ثلاث سنوات وأنا الصدق قال عند ان الرعن الثانية لشرع بعد السابعة وأهتم تقتل من السادسة ولا تبقوا إلى السنة العام تقتل من السادسة فلما يأتي دور السنة الجديدة سيكون هذا بايت يعني لا تخفوش سيكون عندكم وفرة من الطعام كما حصل عندما خرجوا من البرية المن والسلوى يوم الجمعة تأخذوا ليومين السبت فش والذي أخذ كله خرب يوم السبت أما الجمعة عندهم ليومين إذا أخذت أكثر من اللازم أنا أي يوم بغرب ولكن يوم الجمعة أخذ عن يومين وهذا يظلوا بدون تلف ودون خراب لأن الرب كان أمين معهم وعارف ما يعطيه للشعب كما جاء في الشريعة في القديم إذن الرب عارف وقال أنتو إلي وهذه الأرض السابعة والسنة السابعة هي ملك للرب أيضا لم يختفي الرب بسنة السبت أيضا أمر بسنة اليوبيل اللي هي بقول بعد سبع أسابيع يعني بعد سبعة في سبعة تسعة وأربعين سنة السنة الخمسين اليوبيل إحنا بنقوله اليوبيل اليوبيل الذهبي سنة اليوبيل أيضا تكون سنة للرب اللي فيها أوصى أن يعود كل الأشخاص كل الشعب كل العائلات العشائر القبائل إلى أصل يعني أي عبد كان عند سيده خدم كل هذه الفترة تسعة وأربعين سنة يكون هنا سن تحرير إليه يعود إلى بيته إلى عائلته أي أرض كانت مرهونة في هذه الفترة في السنة الخمسين يفك الرهان وتعود إلى صاحبها أو إلى ملكها فكل شيء يعود إلى أصله سنة اليوبيل يعود إلى أصحابه الأصليين فعندما بشر المسيح في الناصرة وقال إن سنة الرب المقبولة هو ما أصد سنة السبت سنة السابعة لم يقصد سنة اليوبيل سنة الخمسين إنما جاء ببشارة يبشر ببداية جديدة للإنسان بداية جديدة للأرض وبداية جديدة أيضا للخليق جاء برسالة السماء سنة الرب المقبولة هي حقبة جديدة لشعب العالم كله الحزين الرب أتى وقدم نفسه حل لكل ما يؤلم البشرية سنة الرب المقبولة هي عصر النعمة لأعطانا إياه فجاء وأكرز بسنة الرب المقبولة جاء حتى يعطي شيء جديد للعالم وإذا نتأمل في الكلمات التي أريها الرب شملت الخدمة عدة حقائق وأتى حتى يعالج المشاكل الكبرى التي طالما أثقلت كاهل البشرية عبر كل التاريخ إذا نرى أتى حتى يعالج الفقر بقول لأنه مسحني لأبشر المساكين طبعا لما نقول يعالج الفقر حتى فقير روحيا وفقير ماديا كل شيء مساكين أنا جيد أبشر إنه في حياة أخرى في إلك سنة مقبولة في إلك عصر نعمة تقبل الرب أتى ليعالج الحزن أرسلني لأشفي منكسري القلوب كل واحد حزين كل واحد قل ومكسور جاء الرب حتى يعالج حتى يعطيه سلام حتى يفكه من كل حزن من كل جرح حتى جاء ليعالج العبودية يقول لأنادي للمأسورين بالإطلاق كل شخص مأسور روحيا من قوى الظلمة من عبودية إبليس أجرب حتى يفك هذه القيود يعصر النعمة ويعطينا حياة ويعطينا أفضل أيضا جاء ليعالج الألام يقول كل إنسان عنده مشكلة كل إنسان عنده مرض كل إنسان إذا كان روحي أو جسدي أجى حتى يخفف ويعالج هذه الألام مع أنه ممكن الألام والجرح والشيء الذي في جسمي يبقى ولكن معه في سلام مع الرب أنا أعايش في سلام سلام المسيح الذي يفوق كل عقل وجاء أيضا ليعالج الظلم وأرسل المنصحقين في الحرية كل إنسان مظلوم إن كان في الشغل إن كان كشعب حتى جاء حتى يحل ويفك كل ظلم موجود في الوجود لكي نرى إذا نرى في بلادنا أكثر شيء نشعر فيه في منطقة الضفة الغربية نرى أن المسيحيين الحقيين برغم الظلم في سلام في حياتهم يقبلوا الآخر يصلوا لأجل الآخر إن كان من اليهود أو المسلمين نرى في سلام فالرب أعطى هذا العلاج للمظلومين إنه يقبلوا الآخرين بمحبة المسيح أمين فما أحوجنا في هذه الأيام في مثل هذه البداية الجديدة إنه جاء الرب حتى يعطي سنة مقبولة لبعضنا اجتماعيا وصلنا إلى طريق بزدود ربما بمشاكل مع الآخرين ممكن يكون عندنا مرات عدم محبة إذا مني أو من الآخرين لا إلي أو عدم اتفاق البعض يشعر أنه وحيد لا يسأل عنه أحد لا يجد من يسمعه لا يجد من يزوره هناك من يشعر بجرح في قلبه من قريب أو من بعيد لكل هؤلاء الرب يقول إنه هذه السنة الجديدة سنة رضا عنده سنة رضا في الرب ابدأ من جديد لا تخاف تصالح مع الآخرين مع الأخ كمؤمنين وأيضا نقول نسأل عن الآخرين نزور الآخرين ونخدم الآخرين نحن من ناحية اجتماعية كيف الرب أجد قال سنة الرب المقبولة من ناحية اجتماعية نحن نقوم فيها في هذه الأمور فإذا أنت شعر حالك في هذه الوحدة أو عدم المحبة حتى لو سألت الآخرين أنت مشكلتك بنحل أو أنا بقول إنه أنا أزور الآخرين وأصلي الآخرين وأحب الآخرين لأن الآخرين بحاجة إلى هذه المحبة سنة الرب المقبولة من ناحية اجتماعية أيضاً من ناحية اقتصادية بعض اقتصادياً وصل إلى طريق مسدود إن كانت لديك أو لدي أو لدي أي شخص أحلام بوظيفة جديدة بعمل جديد أو بوضع اقتصادي مختلف لم تتحقق لها الوظيفة ولها الوضع الابتصادي لم يتغير لم يتحقق أيضاً في هذا الصباح الرب قلنا إنه لا تنهزم فشمس الحرية كأنها تلوح في الأفق أمامك سنة جديدة أمامنا سنة جديدة أمامي سنة جديدة ككنيسة أمامنا سنة جديدة علينا أن نجمع قوانا ونضع فقطنا بالرب ونحاول مرة أخرى نصلي حتى الرب يفتح وكل إنسان فينا بحاجة إلى بداية جديدة حتى من ناحية اقتصادية كلنا بحاجة إلى بداية جديدة حتى شعبنا بده بداية جديدة كنستنا بلدنا علمنا كله بحاجة إلى هذه البداية الجديدة حتى نطلو من الرب ماذا تريد مني ما هي مشاريعك إلي في السنة الجديدة أيضا البعض روحيا وصل إلى طريق مسدود هناك من يشعر أنه خلال العام المنصرم العام 2016 ممكن إبليس سيطر عليه على أفكاره ممكن سيطر تدخل في تصرفاته وهذا التأثير أنه أهمل الصلاة أهمل القراءة أهمل الشركة ضعف إيمانه ألا حضوره للاجتماعات ولكن الرب في هذه السنة المقبول يقول لك حتى لا تيأس ليس يقول لك بعدت أنا تركتك حتى في هذه الأمور يقول لك الرب لا تيأس أمامك فرصة جديدة أمامك سنة جديدة حتى تقوي فيها إيمانك تعود من جديد إلى محبتك الأولى كما طلب التلميذ من الرب يسوء ما طلب منه؟ قال لك يا رب أعن ضعف إيماننا زيد إيماننا وأيضا في مرة أخرى طلبه يا رب علمنا كيف نصلي فنعود إلى الرب ونطلب منه أن يساعدنا وهناك فرصة جديدة لجميعنا ولكنيستنا فحالتنا أمين فحالتنا هذه قد تكون كحالة بطرس الذي ظل بالسفينة يتصيد الليل كله ولم يمسك شيئا فقد الأمل وقع في اليأس وأراد أن يرجع إلى البر ولكن فاجئ يسوع وقال له ما رأيك تحاول كمان مرة حاول مرة أخرى سنة 2016 ما زبطت الأمور صليت ما كان فيه حاول مرة أخرى ما أجاوى بطرس يا سيد قطع ابنا الليل كله ولم ننسك شيئا 2016 مشيت ما شيت الأمور لا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا روحيا تعبت تعبنا السنين عديدة لم نفلح لم ننجح لم نصل إلى المراد إلى الهدف ما نفكر فيه ولكن نرى أنه فجأة تدب الشجاعة في بطرس ويقول ولكن على كلمتك ألقي الشبكة على كلمتك ألقي الشبكة فإذا كنا وصلنا بقوانا وصلنا بقوانا إلى طريق مزدود يعني أنت عم تحاول ربما هيت قوك مش الرب لأنه إذا هو أغلق ولا أحد يفتح فوصلنا بقوانا إلى طريق مزدود فعلينا يريد نيجي بثقة إلى الرب ونثق بالرب ونقوله كما قال بطرس على كلمتك ألقي الشبكة آتي إيش بدك يا رب أنا مستعد أعمى على كلمتك ألقي الشبكة وسأؤمن أنه في هذه السنة وكل يؤمن أنه في هذه السنة سنة بداية جديدة بداية جديدة مع الرب بداية جديدة مع إخوة المؤمنين بداية جديدة مع كنيستي بداية جديدة مع كل المجتمع حولي وثق أنه هذه السنة سينة رضا في الرب وثق بهذه الأمور آمين ضعو ن Acchali نيجي بهك لحظات شكر للرب من أجل سنة مرأت بحلوها وبمرها وإذا رجعت لحظات فكرك ترى كيف الرب في أمور كثيرة حملك على أجنحة النصور زي القصة بتقول حملك فأنت شفت أثار لقدمين تنين هي قدمين الرب قدمين كانت في الهوى لأنه حاملك أشكرك يا رب من كل ما مر فيه إن كان حلو وإن كان مر وإذا كان مر كان لتعليمي أو لتحذيري أو لصالحي وسلموا السنة الجديدة قلوا في بدايتها أنا أبدأ بكلمتك وأثق فيك حتى أجد رضا فيك في الرب أكا كل المجد يا رب نشكرك من أما قلوبنا بالفعل من أجل سنة مرت بسلام معك ونشكرك من أنك أنت عبرت معنا سنة جديدة فنسلمك إياها ونفوسنا وكنيستك حتى أنت تسير بوجهك أمامنا وتعطينا بدماءك مع بداية هذه السنة وتجعلنا أن نتغير إلى الأفضل وإلى الأحسن وأقول لك يا رب على كلمتك نلقي الشبكة ماذا تريد مننا تمجد وإعلن ذاتك في حياتنا لك كل الشكر بإسم الرب يسوع المسيح نصلي آمين 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 اشتركوا في القناة